بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة النهاردة إن شاء الله هناخد آخر جزء في السيبيج بتاع المياه في الصايل وهنتكلم النهاردة عن الكريتكال هيدروليك جريجيان في شابتر فور اللي هو الميكانيكال بروبيرتس أوف صايل زي ما انت عارف أو زي ما احنا قلنا في الجزء السابق إن احنا عندنا لو حصل إن فيه صرايان للمية من أسفل الطربة لأعلى فنتيجة صرايان المية من أسفل لأعلى بيحصل إن بيجي لي وعرفنا زي نحسب التوتل والبور ويتر بريشر والإفكتيف استريسيز عند المنسوب اللي تحت هنا هوت ونفس الكلام قدر أحسب الإفكتيف استريسيز عند أي نقطة من نقطة السويل السؤال دلوقتي إنه ممكن نتيجة إن فيه إشارة نيجاتيف هنا ممكن يكون الـ H في الجاما ووتر هو اللي أكبر من الـ L في مين في جاما ساب مرجل فإيه اللي هيحصل في الحالة ديت إن الـ Pressure بتاع المية هيبقى أكتر من وزن المية فيحصل للمية حاجة اسمها فوران أو بايبينغ فده مين اللي بيتحكم فيه اللي بيتحكم فيه الـ H على الـ L بتاعت السويل أو الـ Hydraulic Gradient زي ما هنشوف دلوقتي فإحنا هنعرف إيه هو الـ Critical Hydraulic Gradient اللي هو اللي بيسموه الميل الهيدروليكي الحرج بنقول إذا هيدروليك جريديم طبعا هو هيدروليك جريم يعني هيحصل فوران للتربة لو الـ H على الـ L بتاعتك دوت وصلت لمين للـ H على الـ L Critical اللي احنا بنسميها الـ I Critical يعني الـ H على الـ L ديت بتاعتك العادية لو كانت أكبر من الـ H على الـ L يبقى هيحصل إيه هيحصل بايلينغ للسويل طبعا إزاي يحسب بقى الـ I Critical عشان أقارنها احنا قلنا الـ Critical إن الاتنين يطلقوا تقريبا بيساوي بعض يعني الـ H على ال ال بتساوي مين؟ H على ال الـ Critical يبقى يقول The Effective Stresses At The Bottom Of The Soil Reduced To Mean To Zero خلاص بقى اللي فوق بيساوي اللي تحت تقريبا ما هو خلاص طالما ده بيساوي ده على وشك لو ده زاد شوية هيحصل البايلينغ فهنقول إن الـ Effective Stresses هيطلع يساوي مين؟ زيرو فزيرو لو تفتكر كنا لسه قايلين من الجزء اللي فات إن السيجما دهش بتساوي L في جاما ساب مرجد نقص H في مين في جاما ووتر فترجع هنا عادي الـ Effective Stress حطها بكام بصفر بساوي L في جاما ساب مرجد نقص H في مين في جاما ووتر فبقيت الـ H على L بتساوي جاما ساب مرجد على جاما ووتر بس H على L ديت مش أي H على L ديت H على L الكريتكال الرقم السابت بتاعتي طيب ما هو جاما ساب مرجد على جاما ووتر أنا عارف إن الجاما ساب مرجد لو تفتكر بتساوي جاما ووتر GS نقص واحد على واحد زاد اي طيب لو قسمت على جاما ووتر عشان تجيب مين الآي كريتكال الجاما ووتر طارت مع الجاما ووتر يبقى الآي كريتكال بتاعتي بتساوي ايه GS-1 على واحد زاد اي ودي الآي اللي هي الحد الفاصل ما بين هيحصل بويلنج ولا مش هيحصل بويلنج لو الآي بتاعتك زي ما اتفقنا مالها أكبر من الآي كريتكال أو بتساويها هيحصل ايه البيلنج أما لو كانت أصغر مش هيحصل بويلنج شكرا اشتركوا في القناة